سلام الله عليكم أصدقائي أتمنى أن تكونوا بخير اليوم سأحدثكم عن نبتة جميلة تسمى نبتة الكاريسا اسمها العلمي كاريسا ماكروكاربا وهي التي ترونها في الصورة الكاريسا نبتة دائمة الخضرة تزهر ربيعا أزهارا بيضاء اللون كما ترون في الصورة رائحتها زكية تشبه رائحة الليمون أو البرتقال تنتج ثمارها حمراء اللون صيفا وخريفا وتعد ثمار الكاريسا علاجا فعالا لداء فقر الدم أو أنيميا تفضل الكاريسا الشمس المباشرة والسقي عند جفاف التربة ولو أنها من النباتات المقاومة للجفاف تتوفر الكاريسا بعدة أنواع نذكر من بينها الكاريسا جراندي فلورا والكاريسا كاراندس والكاريسا بسبينوزا والكاريسا لانسيولاطا والكاريسا هيرسيوتا والكاريسا سبيناروم أو أوفاطا والتي تتميز أي الكاريسا أوفاطا بثمارها السوداء وأما هذه التي بين يدينا فثمارها حمراء تتكاتر الكاريسا عن طريق العقل أو البذور وتعد طريقة إكثارها سهلة تقطع غصنا من هذه الشجيرة ثم تضعه بالماء أو تغرسه بالتربة وبإمكانك لي بعض أغصانيا وأن تضع فوقه وتضع فوقه التراب إلى أن تنبت الجذور ثم تقوم بقطعه وتغرسه في أصيص لوحده بقي أن أشير إلى أن نبتة الكاريسا سامة بالنسبة للكلاب لأنها تحتوي على سم يسمى الهايدروجين السيانيد وبالنسبة للإنسان فتعد أوراقها وأغصانها سامة أيضا فعندما تقومون بقطع ورقة من نبات الكاريسا ستلاحظون وجود عصارة ضيضاء لزيجة سامة بالنسبة للإنسان وجبل حذر كانت هذه حلقة موجزة عن شجرة الكاريسا بقي أن أشير أيضا إلى أن هناك من يقوم بتسيج بساتينه وحدائقه بشجيرات الكاريسا لأن ثمارها كما أسلفنا الذكر مفيدة وأظهرها جميلة وتحتوي على أشواك تمنع المتطفلين كما تلاحظون أحاول أن أوجز في الفيديوات التي أنشرها حتى تعم الفائدة والسلام عليكم